بسو انا بحب الكلاب جدا جدا الحقيقة يعني وانا من ناس اللي يعني بقى اقدر الحيوان ده اوي وانا من مدة يعني اتبنيت كلب من الشارع جيرمان شابرد نفس الكلب نفس نوع الكلب ده اللي هو بطل القصة بتاعتنا ده اللي هو بنسميه احنا وولف بالبلدي كلبه موليسي كلبه موليسي اسمه جيرمان شابرد بيبقى ودنه كده وقفة ايوه بيبقى امر مهم راجل في نيوجرسي من كام شهر الراجل ده قرر انه هو اسمه براين الراجل ده قرر انه هو يتبني الجيرمان شابرد دي الكلبة اسمها سادي اتبني الكلبة دي ودها فرصة تانية في الحياة الكلبة دي كانت موجودة في ملجأ للكلاب وهو راه وتبنيها من شهور قليلة جدا جدا أنا وديها فرصة تانية في الحياة والحياة أنه بقت بينهم علاقة قوية جدا جدا الرجل ده وقع في يوم عنده شبه سكتة دماغية وقع وقع في بيته هي عملت إيه بقى وكل واحده إيه؟ لوحده هو الكلبة هي عملت إيه بقى مش كاتبين هنا لا هو رجل كبير رجل كبير راح للملجأ وتبنى الكلبة دي كان عندها ست سنين يعني الكلبة دي كبيرة كبيرة المهم وقع من طوله جاله حاجة زي سكتة دماغية والوحده فهي عملت إيه بقى يعني بفطرتها قعدت تلعق يعني تلحسوا يعني زي ما الكلام بتعمل عشان يفضل فايق ويفضل مركز معاها وبعين شدته شدته لغاية مكان التليفون الموبايل بتاعه فقدر إنه هو يعمل مكالمة ويطلب الإسعاف والطب الدكاترة بيقولولك إنه لولا اللي هي عملته ده هو كان فضلت حالته تتدهور ومحدش حس بيه لغاية أما مات والملجأ الحقيقة اللي هو تبناها منه قال لك إيه الملجأ ده قال لك الملجأ بتاع الكلاب قال لك سادي هي السبب الوحيد اللي جعل براين قادر على طلب المساعدة لكن براين أعطاها في البداية فرصة تانية في الحياة بتبنيها وترحيبه بها فيها الله فعلى فكرة يا جماعة الكلاب كائنات عظيمة ورائعة ومش حادش هيحس ولا يفهم غير اللي بيورب الكلاب صح بس الكلاب ده مش ذاكي على فكرة ليه؟ كان سهل قوي يروح يجيبه هو الموبايل اتحرم بقى لازم يشد لازم يشد إبراهيم هو غالبا ما يروح يجيبه هو غالبا شده عشان عايز يفوقه أو حاجة هو غالبا شده عشان عايز يفوقه تخيالي يمكن وبالصدفة البحتة قربوا من الموبايل لا